كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد التفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور وذلك بين شركة مصر لصناعة الكيمويات وشركة كادنسل الطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات والشركة القابضة للصناعات الكيموية بموجب هذا العقد تتفق الأطراف ثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم بيور دايف يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد